ما هو دمور الغضلات الشوكية أو العضلات الشوكية مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي قبل أن أبدأ أتمنى لكم الشفاء جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى وأن الله بإذن الله سوف يشفيكم ويحل جميع أموركم دمور العضلات الشوكي هو مرض وراثي يصيب الأعصاب التي تظهر من الحبل الشوكي الموجودة في العمود الفقري والذي يظهر على شكل دمور عضلات الأطراف مع ارتخاء شديد في العضلات أعزائي وأيضا مرض دمور العضلات الشوكي الذي يجعل العضلات بشكل عام في جميع أجسام الأشخاص الذين مصابين به هي أضعف بشكل كبير من العضلات التي تكون متواجدة في أي شخص طبيعي وغير مصاب بهذا المرض أتمنى لكم الشفاء بإذن الله وإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة